عاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الحديث عن التلويح بعقوبات جديدة على إيران بعد قيامها الأسبوع الماضي بإطلاق صواريخ باليستية التلويحات جاءت على لساني وزير الخارجية الفرنسي جون ماركايرو الذي أكد أن التجارب الإيرانية تعد انتهاكا للقرارات الدولية باعتبارها أنتشيتا تستوجب عقوبات بموجب القرار الدولي الـ 2231 وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل تناولوا وكذلك الوضع في ليبيا بحضور المبعوث الدولي مارتين كوبلر الذي شدد على أن تصعد التهديد الإرهابي واستمرار الإنفلات الأمني في ليبيا بات يستدنى التحرك العاجل لسيما من الجانب الأوروبي الذي يحشى من تنامي التهديدات الإرهابية على حدوده الجنوبية تحدثنا مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر واتفقنا على ضرورة الإسراع بفتح المجال أمام حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في أسرع وقت رئيس الحكومة عبرنا عن استعداده للذهاب إلى ترابلس للإطلاع بمهامه هناك نحن من جانبنا مستعدون لمساندته وأرجو أن يفهم الجميع خاصة من يعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف أن العقوبات ستكون خيارنا المقبل الاتحاد الأوروبي شدد على أهمية إسراع الأطراف الليبيا بالموافقة على حكومة التوافق الوطنية بما أنه الحل الكفيل بضمان القضاء على التهديدات الإرهابية وضمن هذا التوجه لوح الوزراء بفرض عقوبات على أشخاص يرى أنهم يعرقلون هذه العملية السلمية لا حياد عن خيار حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ومقرها ترابلس وأن تعمل في ظروف أمنية ملائمة المهام ستكون عديدة لهذه الحكومة في المرحلة المقبلة لا سيما العمل على نشر الاستقرار والسلم في البلاد وأعد الوزراء الأوروبيون لقادة وزعماء دول الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية المقبلة نهاية الأسبوع الجاري ملف العلاقات مع روسيا والذي يرون أنه مرتبط بطبيعة دورها في الملف السوري ومدى أهمية مشاركتها في الحلول السياسية السلمية في هذا الملف الشائك يعيد الاتحاد الأوروبي اعتماد سياسة العقوبات في محاولة لحلحلة الملف الليبي الذي بات يشكل تهديدا إرهابيا على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي حاتم السكلة الإخبارية بروكسيل